السلام عليكم هنبدأ مع بعض النهاردة في تكنيك جديد وهو الHPLC HPLC هو اختصار High Performance Liquid Chromatography أو High Pressure Liquid Chromatography ده عبارة عن analytical technique بتستخدم عشان أتعرف على السامبل اللي عندي لو أنا عندي سامبل وعايز أتعرف عليها أو عندي ميكتشر فيه أكتر من كومبوننت عايز أتعرف على الكمبوننت بتاع الميكتشر الموجودة في الميكتشر A وأعمل separation للكمبوننت دي واعرف الكوانتتي بتاع كل كومبوننت موجود في الميكتشر كمية وأد إيه الHPLC أفضل نوع أو أحسن نوع في أنواع الكرماتوغرافي لأنه بيديني good separation في نفس الوقت في وقت قصير يبقى بيديني resolution أو separation اللي بيتم بالHPLC بيبقى أفضل من الأنواع التانية اللي في الكرماتوغرافي وفي نفس الوقت in short time علشان كده هو بيسمى بالhigh performance liquid chromatography performance لأنه بيديني resolution كويس جدا أو separation بتاعه ممتاز طيب إيه هي فكرة الHPLC فكرته يعني زي ما احنا شايفين كده الدياجرام اللي قدامنا بيوضح الكمبوننت الرئيسية اللي موجودة في جهاز الHPLC لو بدأنا هنا من أول السولفنت إن أنا بيبقى عندي فيه سولفنت أو أكتر من سولفنت سولفنت أو 2 أو 3 أو أكتر السولفنت ده اللي هو بيعتبر عندي الموبايل فيز وأنا مدام بيتكلم على الكرماتوغرافي يبقى عندي هتكلم على موبايل فيز وستشنري فيز الموبايل فيز هنا في حالة الHPLC عبارة عن لكويد عشان كده واسمه لكويد كرماتوغرافي فعندي هنا الموبايل فيز بتبقى لكويد اللي هو ممكن أقول عليها السولفنت وعندي الستشنري فيز اللي هي بتبقى موجودة هنا داخل الكولم بيبقى داخل الكولم فيه استشنري فيز البرتكل سايز بتاعها صغير جدا وبتبقى طايتلي باكت داخل الكولم وده اللي بيوفر عندي أو بيسببني الHPLC بيديني برفورمانس عالي نتيجة ان الستشنري فيز اللي بتبقى موجودة داخل الكولم بتبقى حجمها صغير جدا فده بيوفر سيرفيس اريا كتير ومدام السيرفيس اريا زادت ده بيحسن من عملية السيباريشن يبقى سبب الهاي برفورمانس اللي بيحصل بواسطة الHPLC أو الجود سيباريشن سببه ان الستشنري فيز البرتكل سايز بتاعها بيبقى صغير جدا وبيبقى طايتلي باكت داخل الكولم فده بيوفر عندي مدام حجم البرتكلز صغر بيبقى السيرفيس اريا زادة عندي فده بيحسن من عملية السيباريشن يعني ببساطة الستشنري فيز اللي موجودة داخل الكولم زي السيليكا مثلا بيبقى بينها وبين بعضها بينها وبين جزيئتها وبين بعضها كده بتبقى فيه مسافات ديئة جدا أو فراغات ديئة جدا المفروض الموبايل فيز هو اللي هيجي يعدي في المسافات أو الفراغات الديئة دي ويبدأ ان هو يطلع من الكولم طيب المسافات الديئة دي أو الفراغات الديئة دي علشان الموبايل فيز يعدي فيها بما أنها ديقة جدا نتيجة الparticle size هنا بتبقى صغيرة وtight فالموبايل فيز مش هيتحرك بسهولة هيبقى بطيق وإحنا بنقول أن في الHPLC بيحصل separation في وقت قصير يبقى حلوا المشكلة دي أن هم عملوا application لhigh pressure يبدأ بادعوا أنه هو يزودوا pressure يبدأ أنه هو يبدأ أنه يضغط موبايل فيز أو يبدأ أنه يدفع موبايل فيز ويعديه في الستيشنري فيز يبقى أنا وفرت حاجتين عملت الgoat separation نتيجة أنه حطى الصغيرة جدا وقت بقى طايت لي فده وفر لي أو عمل لي فراغات ديقة جدا أو مسافات ديقة يبدأ الموبايل فيز يمشي فيها ويفصلي الcomponents اللي فيه وده هيوفر لي وثاني حاجة أنه هو بتتعامل في وقت قصير نتيجة أنه نحن بنعمل application لhigh pressure الbridger ده هو اللي بيدفع الموبايل فيز ويخليه يقدر يتحرك في الفراغات الديقة اللي موجودة داخل الكولام طيب هنعمل application للhigh pressure ازاي؟ عن طريق البمبي يبقى احنا بعد السولفنت هنا بيلاقي موجود البمبي يبقى البمبي دي هي اللي هتوفر لي الhigh pressure عشان كده هي اسمها الـ HPLC اختصار high performance liquid chromatography او الhigh pressure liquid chromatography يبقى احنا دي فكرة عمل الـ HPLC يبقى الفكرة تانية ببساطة ان انا عندي الموبايل فيز بيمر بواسطة 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 اللي بتوفره البمب ويبدأ ان هو هيتحرك في الاتجاه ده وهنا بيبقى فيه sample injector بيدخل السامبل هنا لان الموبايل فيز هو بيتحرك المفروض هياخد sample معاه ويبدأ ان هو يدخل في الكولم اللي داخل الكولم فيه الstationary phase ويبدأ ان هو يخرج واول مادة هتخرج هنا يعني نفترض عندي sample مثلا فيها اربع component كل component فيهم هيتفصل او هيخرج في وقته معين كل component على حسب طبيعته هيبقى ليه وقته معين هيتفصل ويخرج من الكولم هيبدأ الديتكتور يحس بيه ويبدأ النواي ديني signal يبدأ هنا البروسيزور او الجهاز هنا يحولها على شكل peak هيطلع لي على شكل peak وكل component هيبقى ليه شكل peak بارتفاع معين واريا معينة بتدل على concentration بتاع component ده يبقى عندي حاجة اسمها retention time يبقى retention time هو الوقت اللي بيغضو السليوت او اللي بياخدو السامبل علشان يمشي مع الموبايل phase كده يعدي على ويخرج من الكولم يبقى انا عندي اول component هيطلع من الكولم ده هيبقى ليه retention time هيظهر لي اول peak مثلا خرق بعد خمس دقايق التاني خرق بعد ست دقايق التالت خرق بعد ثمان دقايق يبقى هجا يبقى كل واحد ليه retention time وده بيظهر لي في الآخر البروسيسور أو الريكورد اللي في الآخر أو الديسبيلي اللي عندي في الآخر بتظهر الكلام ده على شكل peaks بسميها الكروماتو جرام يبقى الكروماتو جرام عندي زي الشكل اللي قدامي كده بيبقى عندي مثلا ده ده ميكتشر كان فيه ثلاثة كمبونت عندي كمبونت A وB وC هلاقي ان كل واحد خرق في وقت معين الطايم اللي تحت اللي هو after injection من اول ما عملت sample injection يبدأ ان كل كمبونت هيظهر في وقت معين الكمبونت الاولاني الريتنشن طايم بتاعه تقريبا وهو قبل التمانية على طول يعني تقريبا سبعة وحاجة اللي بعده الريتنشن طايم بتاعه تقريبا تسعة التالت اللي هو compound C بتاعه تقريبا عشرة واللاحظ ان البيك اللي بتطلع عندي دي كل بيك لها ارتفاع معين وليها اريا معينة مساحة معينة ده بتدل على الconcentration يبقى انا عن طريق HBLC قدرت اعرف السامبل اللي عندي عبارة عن فيها camp component زي دي كده مثلا هعرف ان هي فيها three component هبدأ ان انا اتعرف على ايه هي انواع الcomponent اللي موجودة دي عن طريق ان انا اقارنها بحاجة معروفة standard معروف اقدر ان انا اعرف لو هي لها نفس بتاع المادة دي هي اذا المادة دي زي ما هنشوف في اخر المحاضرة ان شاء الله كمان هقدر اعرف كل component من component دي موجود بتركيز دي يبقى رجعنا تاني للشكل بتاع ال hplc وهنتكلم على كل جزئية او كل component اساسي موجود عندي في ال دي 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 اللي هو انشوف كل واحد عبارة عن ايه ووظيفته ايه وبيعمل ايه بعد معرفنا ال بشكل عام احنا لما هنبدأ هنبدأ بال solvent الاولين هنا اللي علينا الشمال ونبدأ ان احنا نمشي لحد ما نوصل للبروسيسور اللي في الاخر اول حاجة solvent هنا او اللي احنا بنسميه الموبايل فيز قلنا ان هو ممكن يكون واحد او اكتر على حسب انواع الموبايل فيز اللي انا بستخدمها بيبقى solvent موجود جوه تانك كده او جوه زيزة وبيبقى جوه حاجة كده نهايتها filter زي كده وموجود جوه ازا زي كده واخره هنا كده فيها في حاجة filter الفلتر ده يبدأ ان هو عشان يخلصني من اي dust او اي particles موجودة داخل solvent يبقى السولفنت اللي انا هستخدمه لازم يكون high purity وبيكون مكتوب عليه كده HPLC grade يبقى لازم يكون البيوريتي بتاعته عالية جدا علشان يبدأ ان هو يديني نتايق كويسة ويعمل لي good resolution او good separation طيب بما اننا بنتكلم على الموبايل phase او السولفنت يبقى فيه مميزات لازم تكون موجودة في الموبايل phase او موجودة في ال موبايل phase لازم نكون عارفينها عشان نختار الموبايل phase يكون البيوريتي بتاعته عالية جدا علشان ما يعمليش اي اي مشاكل او يسببلي نويز او يسببلي لو فيه اي او حاجة يبدأ ان هو يسببلي نويز وحاجة زي كده تتدخل مع البيكس اللي هضطلع عندي في الاخر يبقى لازم يكون البيوريتي بتاعته عالية ويكون مكتوب عليها HBLC جريد ما يتفاعلش مع اي حاجة من السامبل اللي ممكن تكون موجودة او اي حاجة من الكمبونت الموجودة في السامبل ما يتفاعلش مع السولفنت التاني اللي انا هشغل وانه هشغل باكتر من موبايل فيز يبقى لازم يكون بتاعته يكون تالت حاجة اننا الموبايل فيز ده لازم يكون قمبات بل مع الديتكتور انا مادم هاختار موبايل فيز وهشغل HPLC بقى لازم كل الحاجات تكون ماشية مع بعضها كلها متنسبة مع بعضها يعني مثلا لو انا هستخدم الديتكتور UV ديتكتور يبقى لازم الموبايل فيز اللي انا هستخدمه ما يكون بيعمل absorption لال UV يبقى لازم يبقى فيه الديتكتور مع الديتكتور دي بتاع الموبايل فيز او الideal موبايل فيز طيب كمان الموبايل فيز احنا قلنا بيبقى موجود في ازازة كده اخيرها فلتر عشان اتخلص من اي داست او اي موجودة كمان محتمل ان انا ممكن الموبايل فيز يكون جوا جازز والجازز دي برضو ممكن تسببلي مشكلة هتسببلي برضو النيز النيز دي هتطلع في الاخر تعمل لي زي ما قلنا هتعمل تشتت انا مش عارفة هي بيكس ولا لا بالشكل تحت زي الرسمة اللي تحت دي كده لما يطلع لي البابلز اللي موجودة دي انا هبقى مش عارفة هي دي بيك ولا مش بيك يبقى لو في اي جازس لازم ان انا اعمل لها من الموبايل فيز يبقى لازم بنعمل خطوة دي جازنج ان انا اشيل الجازس من من الموبايل فيز يبقى احنا اول خطوة عندي ان انا هاختار موبايل فيز بصفات معينة يكون البيوريتي بتاعته عالية يكون ويكون كومبا تابل مع دي كمان لازم اعمل دي جازنج دي جازنج ده ان انا هبدأ ان انا اعمل اشيل اي دي جازس موجودة داخل الموبايل فيز طيب دي جازنج ده بيحصل باكتر من طريقة ممكن يحصل ب ريفلاكس ريفلاكس مثلا يحصل زي هيتنج كده مع التقليب المستمرة ده هيساعد على دي دي جازنج ان هي تخرج ممكن يحصل ان انا اعرض الموبايل فيز لالتراثونيك فيبريشن الاهتزازات الشديدة دي برضو بتخلصني من الدزولفت جازس ممكن اعمل ان انا اعرض الموبايل فيز اسحب الهوى اللي موجود فيه عن طريق زي السيرينج كده كده كاني بسحب الهوى بسيرينج ان اعمل نيجاتف بريجر او ان انا احط في الموبايل فيز انرت جاز والانرت جاز ده زي النيتروجين مثلا هيفدأ ان هو يطرد اي دزولفت جازس تاني موجودة انا مش محتاجها يبقى دي خطط دي جازنج وده مهمة جدا عشان اتخلص من اي دزولفت جازس موجودة انا كده خلاص عملت السولفنت اللي عندي اخترته بطريقة صحيحة عملت له دي جازنج لو انا عندي فيه اكتر من سولفنت المفروض ان احنا بنعمل خطوة اسمها ميكسنج هيحصل ميكسنج قبل ما يبدأ ان هو يدخل وندخل على البامب طيب قبل ما ندخل برضو على البامب لازم نعرف ان فيه كلمة معناها مرور الموبايل فيز على الستشنر بيز او دي بنسميها اليوشن يبقى عملية تمرير الموبايل فيز على الستشنر بيز بنسميها اليوشن بنقول ان فيه اكتر من طريقة اوهما طريقتين اليوشن بتاع الموبايل فيه حاجة اسمها ايزو كراتيك اليوشن وفيه جريديان اليوشن ايه الفرق بين الايزو كراتيك اليوشن والجريديانت اليوشان تعال نشوف الفرق بينهم ايه الايزوكراتيك اليوشان كلمة ايزو معناها زسين فانا عندي هنا بستخدم لو انا بستخدم اكتر من موبايل فيز لازم ان انا هبدأ بهم زي ما هبدأ الرن من الاول زي ما هخلص في الاخر بنفس الريشيو يعني انا دلوقتي هستخدم مثلا ووتر وميثانول احط مثلا ميثانول بنسبة 80% والووتر 20% يبقى ده اللي هامشي به طول الرن من اول مفتح الجهاز لحد ما اقفل الجهاز ده بنسميه ايزوكراتيك اليوشان ان انا هستخدم الميكتشر او الريشيو اللي هستخدمها من الموبايل فيز تكون ثابتة طول التقربة مش هتتغير النوع التاني اللي هو الجريديانت اليوشان من اسمها الجريديانت يبقى بيحصل اتشينج بيحصل اتشينج في الكمبزيشن بتاع الموبايل فيز لو انا برضو بستخدم ميثانول ووتر بالله هنا بقى بيتغير على مدار التقربة يعني مثلا بدأت بـ 80% ميثانول و20% ووتر بعد كده هتبقى 70% ميثانول 30% ووتر بعد كده 50% ميثانول 50% ووتر بعد كده 30% ميثانول 70% ووتر وهكذا يبقى بيحصل اتشينج في الكمبزيشن بتاع الموبايل فيز وده بسميه جريديانت اليوشان طيب احنا ليه بنعمل الجريديانت اليوشان الاسهل كده ان احنا نبدأ بحاجة سهلة او نعمل الايزوكراتيك اليوشان لان نثبتها هي كونديشن واحدة من اول الرن لاخر الرن انا عاملة ريشيو معينة ما بين اللي انا هستخدمهم مثلا من الاول الاخر ومش هتعب نفسي لكن لو هعمل الجريديانت اليوشان ببدأ ان انا اغير سواء التغيير ده جريديوالي او في ستيب معينة اثناء عملية السيباريشان اكيد الجريديانت اليوشان ليه مميزات بتخليني الجأ ليه يعني الاسهل دلوقت ان انا اعمل ايزوكراتيك اليوشان ولكن احنا بنلجأ للجريديانت اليوشان علشان بيبقى ليه مميزات زي ما هنشوف كده لو انا عندي سامبل والسامبل دي بدأت ان انا افصلها سامبل مكونة كده من 6 component وبدأت ان انا استخدمت عملت فقولة معين بدأت ان انا استخدمت ميكت شارمين الموبايل فيز عندي ميسانول ووتر ميسانول 60% والووتر 40% وبدأت التجربة وظهر الكروماتو جرام الاول اللي عندي كده بالشكل ده ايه رأينا في الشكل الكروماتو جرام ده زي ما احنا شايفين اول اربعة طالعين شكلهم حلوة قوي البيكس حلوة وفيه سيباريشان جود سيباريشان هنا لكن هلاقي ان فيه التو بيكس الثانين ظهروا بعد يعني بعد فترة بعد وقت طويل فده اخد وقت طويل فبدأت اقول خلاص يعني مدام مش مناسب ان انا افصل الكمبوننت هنا بنفس الريشيو اللي انا مستخدمها في التغربة انا كده بدأت التغربة من اول ما افلت من اول ما افتح الجهاز احد ما في الجهاز استخدمت الريشيو دي فطلع معي الكروماتو جرام ده لا فانا مش عجبني اللي حصل اخدت وقت طويل عما اطلع الاخار دول فاعمل ايه عايزة احسن من عملية السيباريشان شوية ان انا اعمل جود سيباريشان وفي نفس الوقت يبقى وقت قصير فابدأ اعمل ايه اغير الريشيو استخدمت عدت التغربة تاني نفس الكولم ونفس كل حاجة بس غيرت في الموبايل فيز كومبوزيشن برضو بدأ الموكان 60% ميسانول 40% ووتر لا خليته 80% ميسانول 20% ووتر وبدأ ظهر معي بدأت التغربة من اول ما افتح الجهاز او بدأت الرن من اول ما افتح الجهاز في الجهاز بنفس الكمبوزيشن ده فظهر معي الكوروماتو جرام بالشكل ده لو بصيت دلوقت انا حسنت من الوقت الوقت الستة طلعوا وراء بعض خلاص الستة كومبوننت انا عرفت ان هما ستة زي جماعة عن طريق ان انا عندي سكس بيكس عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عشان كده هو الميكتشر هنا بيحتوي على سكس كومبوننت طيب انا هنا رأيينا ايه في الكوروماتو جرام الاخير ده الكوروماتو جرام ده بيوضح عندنا هنا حصل في وقت قصير يعني لو قرنت الاولان ده بالتاني لا ده اخد وقت طويل ما ده الوقت اللي بيخرج فيه هنا اخد وقت قصير دهني في وقت قصير التجربة خلصت وعمل سيباريشان ولكن لو بصيت لأول اربعة مش من فيه سيباريشان كويس يعني لو قرننا أول اربعة هنا بأول اربعة هنا تحت هلاقي طبعا اللي فوق أول اربعة حلوين قوي طب لو قرنت هنا الاتنين الاخر اتنين فوق باخر اتنين تحت ألاقي ان الاخر اتنين أفضل اخر اتنين تحت أفضل كشكل كسباريشان وفي نفس الوقت كطايم انهم ما ظهروا الاول فبرضو موضوع الايزوكراتيك اليوشان هنا ما نفعش سواء انا ثبت الكمبيزيشان بتاع الموبايل فيز ثبت في التجربة الاولى 60-40% عدت التجربة تاني بنسبة مختلفة او ريشي ومختلف 80% مثل 20% وطر برضو ما حصلش طبعا انا عايزة احسن بقى من ان انا اخد الحلوة من الكروماتيجرام اللي فوق على الحلوة من الكروماتيجرام اللي تحت ان انا اخد اول اربعة حصلهم كويس فوق على اخر اتنين كويس وفي نفس الوقت في وقت وقصير يبقى كده هنا اضطر ان انا هلجأ ان انا اغير في الكمبيزيشن بتاع الموبايل فيز اثناء عملية السيباريشن اثناء الرن ما هو شغال ابدأ ان انا اغير في الكمبيزيشن بتاع الموبايل فيز اللي ده بنسميه الجريديانت اليوشن يبقى انا عند في الجريديانت اليوشن عدت التجربة لتالت مرة ولكن هنا استخدمت ريشيو مختلفة من الموبايل فيز اللي هو الميسانول والموبايل والووتر ولكن هنا التغيير بيحصل اثناء الرن نفسه او اثناء التجربة زي ما نشوف كده بدأنا بتركيز ميسانول تلاتين في المية وبنبدأ ان احنا نزود لحد ما نوصل لخمسة وتسعين في المية وظهر معانا الكروماتو جرام لشكله حلو ده عندي حصل سيبريشن للستة كومبوننت اللي عندي بالشكل ده جد سيبريشن وفي نفس الوقت ان شورت طايم يبقى انا البلجة للجريدينت اليوشن امتى لما يكون عندي ميكتشار الميكتشار ده في اكتر من كومبوننت مش هقدر ان انا اوافي طلبات او اوافي الكونديشنز المناسبة لكل كومبوننت في كومبوننت هيحصل له سيبريشن عندي ريشيو معينة من الموبايل فيز لا في كومبوننت تاني هيديني احسن حاجة عند ريشيو مختلفة يبقى انا بالجة للجريدينت اليوشن ان انا اغير في الكونبوزيشن بتاع الموبايل فيز اكتر اكتر من حاجة اثناء الرن نفسه علشان ابدأ ان انا اوفر الريشيو المناسبة لكل كومبوننت عشان يفصل لي ويديني جد ريزيليوشن ان شورت طايم من اللي احنا كنا رسمينه احنا قلنا اول حاجة السولفنت بعد السولفنت كلامنا عن السولفنت خلاص وعرفنا الريكواير منتز بتاع الايديال سولفنت وعرفنا ان احنا منعمل لازم نعمل دي جازنج وخلاص عملنا ميكسنج وشغلنا سواء بالايزوكراتيك مود او الجريدينت مود بعد كده هيبدأ الموبايل فيز ده يبدأ ان هو يمر على الستيشنري فيز وقلنا حاجة تدفعه عشان يقدر يمر داخل الستيشنري فيز ويخرج بسرعة هنا بيجي دور البامب يبقى انا عندي هنا وفره او مده ال HBLC الجهاز بال HBLC بالبامب يبقى البامب هنا ووظيفتها ان هي بتعمللي application لهاي بريجر طيب عندي في نوعين من البامب فيه بامب بتوفرلي كونستانت بريجر يعني اثناء التجربة كده هي بتوفر بريجر سابت طول الرن ماهو شغال وفيه بامب تاني بتوفرلي كونستانت فليم او بتحافظ على كونستانت فلوريت بتخلي فيه كونستانت فلوريت من الموبايل فيز يعني الموبايل فيز ماشي بريت معين او كونستانت فليم معين والافضل طبعا بتبقى الكونستانت البامب اللي بتوفر كونستانت فليم طيب بعد البامب بيبقى موجود ايه موجود السامبل إنجيكتور دلوقتي الموبايل فيز أول ما البامب هتدفعه المفروض الموبايل فيز ده هو ماشي قبل ما يعدي على الستشنري فيز هياخد معاه السامبل اللي أنا عايزة أعرف الكمبوننت بتاعتها أو اللي أنا عايزة أفصل الكمبوننت بتاعتها فهنا بيجي لازم أدخل السامبل في نفس الوقت بندخل السامبل في مكان اسمه السامبل إنجيكتور يبقى السامبل إنجيكتور بيبقى جنب البامب على طول في إنجيكتور بيبقى manual وهفيه انجكتور بيبقى auto نسميه auto انجكتور او auto sampler manual هي فكرة الانجكتور بتبقى شابه السرنجا ان انا هبدأ اعمل injection للسامبل زي السرنجا كده بالظبط ده شكل manual injector اللي هو على اليمين ده بيبقى زي بيعمل application او انجكتور للسامبل كده بوسائط سرنجا بتدخل في حاجة اسمها sampler loop auto injector بقى بيبقى زي بليت وداخل عالق في البليت بيتحط كده أكتر من فيل ممكن يوصلوا للميد فيل وده بيبقى الأفضل طبعا الأوتو إنجيكتور علشان طبعا ما يحصلش أي أي إيرور أو حاجة الأوتو إنجيكتور بيبقى أفضل وتانية حاجة هي بتوفر إن أنا أعمل عدد كبير من السامبلز في نفس الوقت يعني ممكن السامبل لو أنا هعمل لعدد كبير من السامبلز بتبقى مفيد أو حلو أو في المصانع تبدأ إن هي تتعمل ويتبقى شغالة بقى طول الليل كده شغالة مع نفسها أوتوماتيك يعني يبقى الأوتو أناليزر هو اللي بيبقى ويدلي يوز بعد السامبل إنجيكتور بيحصل بلاقي الكولم خلاص بقى الموبايل فيز هياخد السامبل ويبدأ إن هو يعدي في الكولم وهنا الكولم لازم يكون مصنوعة من حاجة تتحمل الهاي بريجر بيبقى مصنوعة غالبا من الستالس استيل في الغالب اللي بيبقى common ان الكولم بيبقى مصنوع من الستالس استيل عشان يقدر يتحمل الهاي بريشر داخل الكولم زي ما قلنا بيبقى موجود الستيشنر فيز اللي هي ممكن تكون زي السيليكا وبتبقى البرتيكول سايز بتاعها صغير جدا وبتكون تايتلي باجد عشان توفر لي سيرفيس اريا اكبر فيديني جود ريزوليوشن او جود سيبريشن طيب فيه ثلاث انواع من الكولم فيه نوع اسمه analytical كولم وفيه نوع اسمه semi-preparative كولم وفيه preparative كولم بيختلفوا على حسب الديامتر بتاع الكولم اللي احنا بنستخدمه الديامتر لو كان الديامتر بتاع الكولم ديء جدا وصغير زي اتنين مليمتر او اربعة مليمتر او تلاتة مليمتر يعني زي الاجزامبل اللي انا كتباها دي ده بيبقى نارو ديامتر ديامتر ديء جدا ما بيسمحش غير الكمية قليلة من السامبل ان هي تعدي فيه فده بنسميه analytical كولم يبقى الاناليتيكال كولم هم حتى سموه analytical ان هو بيستخدم للاناليتيكال سيبريشن يعني مثلا عندي سامبل عايزه اعرف الكمبوننت بتاعتها ايه فيها كام كومبوننت الكنسنترشن بتاعهم اديو كلام ده ده استخدم فيها الاناليتيكال كولم لين ان هو ديمتر بتاعه بيبقى صغير هو بس انا مغرد عايزة اعمل ايه اعمل ايدينتيفيكيشن ده الاناليتيكال كولم وبرضه بينفع مع السامبل لو انا عندي سامبل كميتها قليلة فبينفع مع الاناليتيكال كولم علشان الاناليتيكال كولم علشان الديمتر بتاعه بيبقى قليل انه عني التانين بقى اللي هو السامي بريباريتف والبريباريتف كولم دول الديمتر بتاعهم اعلى السامي بريباريتف هو اعلى من الاناليتيكال واقل من البيريباريتف والبيريباريتف ديمتر بتاعه اعلى يبقى الديمتر كولم ما بيزيد عندي بيبقى افضل السمي برباريتف والبرباريتف الاثنين بيستخدموا في عملية البربراتف أبليكيشن يعني عملية الـ Isolation والبوريفيكيشن أنا عايزة بقى أعمل Isolation الـ Component اللي موجودة في الميجد شر أو أعمل بوريفيكيشن بنستخدم السمي برباريتف أو البربراتف كولم يبقى أول فرق ما بين الـ Analytical والسمي برباريتف والبربراتف بيكون في الـ Diameter بتاع الكولم طيب في حاجة كمان في الجهاز احنا كده أخذنا السولفنت وبعد السولفنت في البامب وبعد البامب دياجرام اللي كان قدامنا نفتكره في السامبل إنجيكتور وبعد السامبل إنجيكتور دخلنا على الكولم اللي احنا قلنا أهم حاجة في الجهاز لأنه داخل الكولم في الـ Stationer Face بعد الكولم أو يعتبر فيه مقون هو مش أساسي قوي في الـ HPLC هو الكولم هيتر إنه فيه هيتر يبدأ إن هو يسخن الكولم عشان أرفع من درجة الحرارة ودرجة الحرارة ما ترفع ده بيقلل من الـ Retention Time يعني أنا ممكن أستخدم الكولم هيتر عشان أقل من الـ Retention Time يعني لو قاررنا كده الشكل قدامنا كده بصينا عليه مع درجات الحرارة من تحت كده 20 درجة لحد 50 درجة كل ما بنطلع فيه كل ما بيحصل إيه؟ كل ما بيحصل إن الـ Retention Time بيقل يعني هنا ميكتشر فيه أربعة ميكتشر فيه أربعة ميكتشر هنا لو لاحظنا هنا الأربعة أخذ وقت أطول عند لما رفعنا درجة الحرارة الخمسين إداني الـ Separation في وقته قصير يبقى أنا كده أللت من الـ Retention Time يبقى أنا بلجأ للـ Column هيتر في حالة إن أنا لو عايز أقلل من الـ Retention Time ولكن هو مش قطعة أساسية لأن طبعا جهاز الـ HPLC بيبقى جهاز غالي فممكن الاستغناء عن بعض الحاجات يعني حاجة زي كده مش جرارة